ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي الخير ذي زراع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تنوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وإننا ربي لسميع دعوة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر